بحضراتكم في الفكرة الأخيرة وخليني نتكلم عن شوية تاريخ يعني مصر في فكرة هنا حصد ومشاركة كمان أو المشاركة في الأولمبيات ودورة الععاب الأولمبية المختلفة ويمكن عندنا رصيد مش بطال من المشاركات لكن أكيد كجماهير مصرية بالملايين بنأمل نكون في مشاركة أفضل 38 ميداليا مش الأفضل أو خلينا نقول مش أفضل شيء حتى هذه اللحظة عايزين نحاقا مزيد من الإنجازات في أولمبيات تحديدا باريس 20-24 فحنتكلم في كل دول الاستعدادات المختلفة والمشاركات كمان الدولية لمنتخبات مصر في البطولات القرية والعالمية خليني أراحب أدفتي العزيزة جداً أستاذ دعاء بدر مدير تحرير الأهرام أبدو بونجور صباح الهناس صباح الفل عليكم بصي بقى أستاذ دعاء هنتكلم يعني بصراحة شديدة في الفقرة دي لأن الموضوع فاضل الشهور قليلة يعني يمكن شهر 7 اللي جاي تحديدا هتبدأ أولمبيات باريس للأولمبيات القادمة بعد انتهاء الأولمبيات بتكون الحالية النسخة منها كما كنا نتكلم عن توكيو فعشان أقدر أحدد مصير أو عدد الموديليات في باريس لازم أكون صريحة مع نفسي استعداداتي كانت قد إيه مشاكل اللي كانت وجهتني في الأولمبيات اللي فاتت تتحلت ولا لأ المشاكل المادية والأزمات والدعم المادي تحديداً من قبل الوزارة والاتحادات المختلفة وصل لفين المشاكل الصغيرة والإدارية والفنية اللي بيعاني منها الأبطال بتوعنا تحلت ولا لأ وغير وغيره من الملفات المهمة جداً عشان أنا كجماهير أتطمن على باريس وأقول أن هي هتبقى نسخة فعلاً مختلفة لأن هي مش بالدعاوي بس أو بالأمال بس وأقول إن شاء الله تيجي ولا ما تجيش بقى حسب ما يحصل الكلام ده ما ينفعش مع دولة كبيرة وفيها مفروض سيستم مختلف زي مصر وفيها جماهير بالملايين فحنبدأ من النقطة دي وحنبدأ من قصة أنا دلوقتي كمصر استعداداتي لباريس هل هي كافية؟ هل هي بتتم بشكل سليم؟ ولا أنا عندي مشاكل للأسف الشديد مكررة مع النسخة الحالية؟ للأسف الشديد طبعاً نفس الكلام اللي بنقوله قبل كل أولمبياد هو هو اللي بنقوله بنعيده بنكرره دايماً الوضع المرة دي كمان في صعوبة أكتر الحقيقة رغم نحن عندنا فرص كبيرة ما نجي نتكلم عن الفرص إحنا عندنا فرص كبيرة دي الحمد لله دي الحاجة المطمئنة غير قبل كده لكن إحنا المشكلة الحقيقة طبعاً في الإعداد أن إحنا طبعاً الأزمة الاقتصادية اللي حصلة في العالم كله وارتفاع الشديد في الدولار ده عامل أزمة لكل الاتحادات أي اتحاد عشان قطر يعرف يصفر لعبته يلعبوا بطولات دولية ويدخلوا معسكرات دولية أي حاجة زي كده محتاج دولارات محتاج عملة صعبة محتاج فلوس كتير دعم الدولة طبعاً موجود لكن دعم الدولة ما زادش لما الدولار تفع دعم الدولة بالجنيه المصري مش بالدولار فأنت في الآخر الاتحاد مزنوء أنه هو مضطر يحاول يجيب طبعاً الاتحادات بتحاول تجيب سبونسور مش كل الاتحادات قادرة تعمل ده وحتى الاتحادات التي قادرة تعمل ده فبرضو والسبونسور ليس مكافي بهم خصوصا للاتحادات الكبيرة لو تكلمنا عن الاتحادات اللي عندها قدر على المنافسة الاتحادات الكبيرة الاتحادات السلاح الاتحادات الخماسي التايكوندو اللي عندها لعيبة قدرين نفسه بالزبط اللي فيها لعيبة اللي حققين ميداليات أولمبياء عندهم فرص كبيرة في الدورة اللي جاية فالاتحادات دي يعني عشان خاطر يبضلوا مستمرين على نفس المستوى لازم اللعيبة تسافر بطولات لازم اللعيبة تحتك لازم اللعيبة تبقى على طول أبتو ديت بيلعبه كتير هذه الخبرة في الآخر لأنه لو قعد قفل على نفسه هنا جوه مصري يتضرب في مصر قعد سواء في المركز أنا لو ذا لعب نفسي هنروح على لعب العالم بزبت كده مش هنرجع لورا غير كمان التصنيف دلوقتي التأهيل دي مشكلة تانية كبيرة جدا قدام الاتحادات دلوقتي التأهيل ما بقاش زي زمان أنه يروح بطولة أفريقيا فطلع أول أفريقيا فهيتأهل لأ خلصت الكلام دا دلوقتي التأهيل معظم الألعاب عن طريق التصنيف الدولي فيه طبعا تأهيل عن طريق أفريقيا بس ده في الآخر خالص دي آخر مرحلة وده لو ما تأهلناش من التصنيف الدولي وبكتر قليلة جدا لكن عشان نتأهل بشكل كويس فاحنا لازم نتأهل عن طريق التصنيف الدولي ده في معظم الألعاب بالشكل ده عشان تقدر تتأهل بالتصنيف الدولي لازم تلعب بطولات دولية عشان التصنيف بتاك يفضل كويس صح هي حسبة سيركل متاشرة هنرجع نقط في مصر هنقفل على نفسنا في مصر مش هنسافر مش هنلعب بطولات مش هنعمل معسكرات هنتراجع تاني هنقفل